أهلا بكم بيّن قداسة البابا فرانسيس في تعليمه الأسبوعي أن المغفرة التي نطلبها من الله مرتبطة بالغفران الذي نقدمه للآخرين إذ أن نعمة غفران الله هي متصلة دائما بسعينا بتقديم المغفرة لمن أساء إلينا أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرنسيس استمر البابا اليوم في تعاليمه حول صلاة الأبانة متوقفا عند تعبير كما نغفر نحن المزنبين إلينا وموضحا أن المغفرة التي نطلبها من الله مرتبطة بالغفران الذي نقدمه للآخرين فنعمة غفران الله الوفيرة والمجانية هي دائما متصلة بسعينا الجدي لتقديم المغفرة لمن أساء إلينا لذا أكد البابا أن يسوع قد أدخل في العلاقات الإنسانية قوة المغفرة القادرة على كسر دائرة الشر والانتقام فبدلا من شريعة العين بالعين ما فعلته بي أعيده إليك وضع يسوع شريعة المحبة ما فعله الله بي أعيده إليك فَعَبْرَ كَلِمَةٍ وَعِنَاقٍ وَابْتِسَامَةٍ يُمْكِنُنَا أَنْنَقِلَ لِلْآخَرِينَ أَثْمَنَا مَا تَلَقَيْنَاهُ مِنَ اللَّهِ أي الغفران وَالْآنَ تَحِيَةِ الْبَابَ بِاللُّغَةِ الْإِطَالِيَا إِلَىٰ أَبْنَاءِ الشَّرْقَ النَّاطِقِينَ لِلُّغَةَ الْعَرَبِيَةِ Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, particolare a quelli provenienti dall'Egitto e dal Miedo Oriente. Perdonaci come noi perdoniamo. È il punto culminante della preghiera del Signore e, come ci insegna San Giovanni Crisostomo, da noi dipende il giudizio su di noi stessi, cioè noi avremo in contraccambio quello che noi stessi abbiamo offerto agli altri. Il Signore vi benedicca e vi protega sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من مصر ومن الشرق الأوسط. إننا إخفر لنا كما نخفر نحن هو ذروة الصلاة الربية. وكما يعلمنا القديس يحنى ذهبي الفم أن ديننتنا تعتمد علينا، أي أننا سنحصل في المقابل على ما قدمناه نحن للآخرين. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من الشرير.